اشتركوا في القناة يشع النور في كل الرحاب درجت على مقاعدها ربيعا يراعي في يدي ومعي كتابي ومدرسة التميز من رباها يشع النور في كل الرحاب درجت على مقاعدها ربيعا يراعي في يدي ومعي كتابي أبناء طلاب الصف الحادي عشر أحييكم تحية طيبة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويسرنا أن نستكمل معكم اليوم الدرس الثاني منبع السحر في القرآن الكريم والآن ننتقل إلى التذوق الفني أسلوب القصر ما معنى القصر في اللغة العربية قبل أن نتعرف على مفهومه فلننظر إلى الجملتين التالياتين الجملة الأولى تقول يفوز المجد والجملة الثانية تقول لا يفوز إلا المجد أحبتي الكرام إذا سألنا سؤالا ما الفرق في المعنى بين الجملتين الأولى يفوز المجد والثانية لا يفوز إلا المجد ما الفرق بينهما فكروا جيدا نعم الفرق واضح فالجملة الأولى يفوز المجد تحمل معنى الإسناد فقط أي إسناد الفوز إلى المجد لكن الجملة الثانية عندما تقول لا يفوز إلا المجد ففيها معنى الإختصاص والتأكيد أي اختصاص المجد بالفوز وتأكيد حصوله عليه هكذا يكون معنى القصر إذن أحبتي فالمقصور في هذه الجملة هو الفوز والمقصور عليه هو المجد إذن ما معنى القصر أيها الأحباب فالقصر هو تخصيص أمر بأمر آخر بطريق مخصوص ولتعلم جيدا أن للقصر طرفان هما المقصور والمقصور عليه في الجملة السابقة الجملة الثانية عندما تتعرف على طرفي القصر نقول لا يفوز إلا المجد فقد قصرنا الفوز على المجد إذن فالفوز مقصور والمجد مقصور عليه إذن نستنتج أن للقصر فائدة عظيمة ولعلكم لاحظتموها في المعنى ألا وهي نعم أحسنتم فائدة القصر هي التخصيص والتأكيد أما الآن أحبتي ننتقل سويا لنتعرف على طلق القصر التي يمكن أن نستعملها فللقصر طرق أربعة معروفة الطريقة الأولى وهي النفي والاستثناء فالجملة في أولها منفية ويأتي بعدها أداة من أدوات الاستثناء المثال الأول يقول لا يعلم الغيب إلا الله أي أسلوب هذا أحسنتم أسلوب قصر والطريقة المستعملة فيه هي طريقة النفي والاستثناء فلنحدد النفي والاستثناء المقصور في هذه الجملة هو محمد صلى الله عليه وسلم والمقصور عليه هو الرسالة فقد قصرنا محمدا على الرسالة فهذا قصر موصوف على صفة الطريقة الثانية القصر باستعمال إنما المثال الأول يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء فالآية كما طلونا أحبتي فيها تخصيص لماذا نعم أحسنتم فيها تخصيص للخشية على العلماء وحدهم فهم أكثر الناس خشية من الله عز وجل فالقصر بإنما المقصور في هذه الجملة هو الخشية والمقصور عليه هم العلماء المثال الثاني يقول إنما الدنيا فانية فقد قصرنا الدنيا على صفة الفناء ففيه قصر موصوف على صفة الطريقة الثالثة وهي طريقة العطف باستعمال الحروف الثلاثة وهي لا وبل ولكن عندما تستعمل حرف العطف لا فالجملة قبله مثبتة أحب الصالحين للعصاة أسلوب قصر طريقته العطف بلا ولعلكم تلحظون أن المقصور في هذه الجملة هو المحبة أو أحب والمقصور عليه الصالحين الجملة الثانية الأرض متحركة لا ثابتة فقد قصرنا الأرض على الحركة فالأرض مقصور والحركة مقصور عليه ثم يأتي بعد ذلك العطف باستعمال بل ولكن ولهما نفس الاستعمال فعندما تستعمل بل ولكن من حروف العطف في القصر فالجملة قبلهما لابد أن تكون منفية كما هو ظاهر في الأمثلة المثال الأول يقول ما الأرض ثابتة بل متحركة وهنا قصرنا في هذه الجملة قصرنا الأرض على الحركة فالأرض مقصور والمتحركة أو الحركة مقصور عليه لا أحب الخطابة بل الشعر قصرنا الحب على الشعر لا أجيد الغوص لكن السباحة نعم فكروا جيدا لنحدد طرفي القصر أحسنتم فالإجادة مقصور والسباحة مقصور عليه لا أمارس الرياضة لكن القراءة أحسنتم يا أحبابي فالممارسة مقصور والقراءة مقصور عليه أما الطريقة الرابعة والأخيرة من طلق القصر المعروفة فهي تقديم ما حقه التأخير كتقديم المفعول به على الفعل والفاعل وتعلمون جيدا كما سبق أن الجملة الفعلية تبدأ بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول به لكن عندما تقدم المفعول به على فعله وفاعله هنا يكون أسلوب قصر لأنك تهتم أكثر بالمفعول به المتقدم فعندما تقول الله أعبد وحده الله لفظ الجلال مفعول به منصوب على مقصبه الفتحة الظاهرة وأعبد فعل مضارع والضمير المستطر فاعل إذا هنا تقديم للمفعول به على فعله وفاعله فهو قصر بتقديم ما حقه التأخير وفي قولنا إياك نعبد وإياك نستعين تقديم ضمير النصب المفعول به إياك على الفعل وفاعله وبذلك فيه تقديم لما حقه التأخير كذلك تقديم شبه الجملة على ما قبلها عندما تقول لله ملك السماوات والأرض فالجملة أصلها ملك السماوات والأرض لله إذا قدمنا شبه الجملة للاهتمام به فهو المقصور عليه وملك هو المقصور وكذلك عندما تقول لله الأمر لله الأمر فشبه الجملة هو المقصور عليه والأمر هو المقصور دائما تذكر أحبتي أنه في الطريقة الرابعة تقديم ما حق التأخير ما تقدمه في الجملة يكون هو المقصور عليه وما يأتي لاحقا هو المقصور نلتقي أخيرا إلى تدريب من تدريبات اسلوب القصر والتدريب يقول عين المقصور والمقصور عليه وطريقة القصر لك الحمد ربنا نحدد المقصور والمقصور عليه لك الحمد تعرفون طبعا أن الجملة فيها تقديم لك يكون هو المقصور عليه والحمد هو المقصور وما المرء إلا كالهلال وضوئه طريقة القصر هنا هو النفي والاستثناء أما المقصور والمقصور عليه فالمرء مقصور والهلال مقصور عليه والطريقة تعرفون أنها النفي والاستثناء الجملة والأخيرة المؤمن صبور لا قنوط فهنا الطريقة المستعملة في القصر هو العطف باستعمال لا والمقصور هو المؤمن والمقصور عليه هو صبور صبور إلى هنا أحبتي أصلوا وإياكم إلى ختام هذا الدرس على أمل اللقاء في درس آخر إلى أن نلتقي فالسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر